أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان يأن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام البنك الدولي صلت الضوء على الأزمة اللبنانية وصفا البلد بأنه يغرق مرجحا أن تحتل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان مرتبة من الثلاث الأولى من الأزمات الأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر ووفقا لتقرير البنك الدولي فأن الناتج المحلي الإجمالي للبنان انخفض من خمسة وخمسين مليار دولار عام 2018 إلى ثلاثة وثلاثين مليار دولار في 2020 كما انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالنسبة أربعين بالمئة تقريبا وإشار التقرير إلى أن هذا الانكماش السريع في الناتج المحلي الذي حدث وقت السلم هو عادة ما يرتبط بالصراعات أو الحروب حيث يعتبر لبنان من وجهة نظر البنك منذ فترة طويلة دولة هشة تسيطر عليها النزاعة والعنب وحذر البنك الدولي من أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان تخاطر بفشل شامل له عواقب إقليمية وعالمية محتملة ويرى أن حجم الكساد الاقتصادي الذي يعاني منه البلد مع عدم وجود نقطة تحول واضحة في الأفق هو بسبب التقاعس الكارثي المتعمد في السياسة وإشار التقرير إلى التأثير الاجتماعي الوخيم للأزمة والذي يمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة حيث من المرجح أن يكون أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر إذ يواجه لبنان الذي له تاريخ من الحروب الأهلية والصراعات تهديدات واقعية لسلامه الاجتماعي الهش اشتركوا في القناة